فكيف تقوم الساعة؟ صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافين واضع البوق في ثمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه اللحظة فينفخ الصور نفخة واحدة صعقة نفخة قوية صوت شفت البرق شفت الصاعقة إذا نزلت مثلها صوت رهيب جدا كل من يسمعه يصعد مباشرة يبدأ هذا الصوت أول من يسمعه رجلا يلوط حوض إبله فيموت يرتفع الصوت يأس يتبايعون يموتون يرتفع الصوت يمر الصوت كده يمشي مثل الريح السريعة فلا يسمعه أحد إلا ويموت ويبدأ الموت في الناس يبدأ الموت الصوت يمشي والناس تموت 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 البهائم تموت الدوام تموت البشر يموتون والصوت يرتفع حتى يصل إلى السماء فتموت الملائكة فإذا مات الملائكة اذ طربت السماء والصوت يرتفع والسماء تبدأ تمور السماء مورا تبدأ تتقلب تكون وردة كالدهان النجوم تنكدر الشمس والقمر يصطدمان السماء السماء كانت محجوبة ثم تبدأ الشهب تنزل على الأرض والنيازك تخرج على الأرض ثم بعد ذلك تتزلزل تدك الأرض دكا دكا وتتفجر الأرض ببراكينها فتمشي البراكين إلى البحار فتسجر البحار نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر والناس تصيح ما لها ما لها والصوت يمشي ويقتل يمشي ويقتل حتى إذا انتهى الصوت وإذا كل من في السماوات والأرض قد مات إلا من شاء الله ونوفق في الصور فصعق من في السماوات والأرض كلهم يموتون إلا من شاء الله من هم؟ الله عز وجل ينادي ملك الموت من بقي ملك الموت؟ فيقول بقي جبريل ومكائل وإسرافيل وعبدك الفقير لم يبق إلا أربعة لم يموتوا فيقول الله لملك الموت اقبض أرواحهم فيموت جبريل ومكائل وإسرافيل ثم يسأل الله ملك الموت من بقي؟ فيقول لم يبقى إلا عبدك الفقير فيقول الله له موت فيموت فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه والأراضين السبع بيمينه ثم يرجفها ثلاث رجفات ومع كل رجفة ينادي لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد الغهار وتنتهي بذلك الدنيا كلها ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى الواحد الأحد الملك عندما تؤمن بهذه الحقيقة أسألك سؤال مهم ما قيمت هذا الملك في قلبك؟ هل أوامره معظمة في قلبك؟ هل النواهيه معظمة في قلبك؟ كل شيء هالك إلا وجه الله فهل عظمت الله في نفسك؟ هازم هنا نرى أثر الإيمان في حياتك هذا المطلوب ليس مطلوب أن تعرف القصة المطلوب أن تعرف أنه ليس هناك ملك إلا ملك الله إذن أنا وأنت أبيد لله ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله ولا ملجى ولا منجى من الله إلا إليه بعد أن تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات نحن كلنا موتى كلنا وعندما أقول نحن أقصد أنا وأنت كلنا موتى كلنا نثنا ولا يبقى فينا إلا عظم صغير في العصص هذا العظم هو الذي سينبتنا الله من خلاله مرة أخرى أجسادنا تفنى لكن أرواحنا لا تفنى أبدا أنت تحمل في جسدك روح هذه الروح ابتدأت معك لما كان عمرك 120 يوم في بطن أمك وستستمر ولن تفنى أبدا هذه الروح الذي يفنى ويتغير هو جسدك أنت أما روحك فهي خالدة لكنها تتنقل من مرحلة إلى مرحلة لذلك هذه الروح عند الله بعد موتك أين الله أعلم لكنك ستنبت من جديد فكيف ننبت بعد أن تبدل الأرض وتبدل السماوات يرسل يأمر الله عز وجل السماء أن تمتر طبعا الفترة ما بين نهاية العالم وبداية العالم من جديد أربعين أربعين كم الله أعلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أربعين أربعين يوم أربعين سنة أربعنتي الله أعلم حتى الرسول الله سلم لم يحدد كم لكنه ينزل مطر هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد تظهر أنت جسمك يرجع كما كان ترجع بصحة ترجع بشكلك مرة أخرى لكننا جذذ هامدة ثم يحي الله عز وجل إسرافين فينفخ النفخة الثانية فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الأرواح حيث شاء من حيث المكان الذي أعدها الله فيه فتنطلق إلى أجساد العباد مرة أخرى وروحك ترجع إلى جسدك لا يمكن أن تخرج روحك إلى جسد شخص آخر ثم بعد ذلك نقوم مرة أخرى من من يقوم هو سعيد لماذا؟ لأن معه علامة جميلة إما أنه ما تقارئ لكتاب الله أو تائب أو صائم أو حاج أو معتمر أو مطيع أو على طاعة أو متدين أو خائف من الله يبعثه سعيد لماذا؟ لأنه وعد وهو في قبره أنه سيؤول إلى الله عز وجل وهناك من يبعث وهو يصيح يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل خائف ليه؟ لأنه رأى وهو في قبره أن طاقة الجنة أغلقت في وجهه وفتحت له طاقة النار ولذلك تقضل ما هو في قبره ويصيح يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة خائف من ما هو مقبل عليه يخرج الناس كيف حالهم؟ حفاه عراه غرلا بهما حفاه بلا أحفية عراه بلا ألبسة غرلا أي القطعة اللحمة التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل بهم مثل خلاص الأفئدة هواء يعني إنسان في رعب وكيف لا يكون في رعب لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيام أو نهاية الساعة القيامة هو ما حدث فيها من أهوال يعود الناس مرة أخرى فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم يوم طويل طوله خمسون ألف سنة كما قال الله جل جلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر